نبدأ أخبارنا النهاردة بتصريح هامل الغاية من وزير الخارجية المصري نبيل فهمي واللي تكلم وقال على العلاقات المصرية التركية وأكد أن السفير المصري لن يعود إلى تركيا قريبا هذا التصريح اللي صدر من وزير الخارجية المصري نبيل فهمي جاء على خلفية بعض المعلومات اللي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط وقالت أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد استدعت السفير التركي في مصر مرة أخرى لأنها تبلغ باعتراضها على تدخل بعض المسؤولين الأتراك في الشأن المصري الوزير المصري السيد نبيل فهمي تصريحاته لم تكن فقط عن تركيا ولكن تجاوزت تصريحاته تركيا ووصفت العلاقات المصرية السعودية في الوقت الحالي بأنها في وضع أكثر من ممتاز وسيد نبيل فهمي شبهها بأن هي في نفس مستوى العلاقات المصرية السعودية بين حرب 1973 وزارة الخارجية المصرية في الوقت الحالي بتشهد نشاط ملحوظ نشاط كبير للغاية هذا النشاط على خلفية الزيارات الكبيرة اللي بيقوم بيها وزير الخارجية نبيل فهمي إلى دول القارة الأفريقية وكمان استعدادا لاستقبال وزير خارجية روسيا ووزير الدفاع الروسي اللي من المتوقع أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة